اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لحامل المجن عليه على تسليمه مالاً منقولاً مملوكاً له أو للغير أنا عندي كذا نقطة كده في التعريفة عايزين نفهمها أولاً بس أنا هديك مثال بسيطة بسطتلك جريمة النصب عاملة إزاي هنفترض إلا أنا عندي محل اللي بيع ساعات فأنت جا تشتري مني ساعة فعلت لك الساعة اللي معايا دي الماكينة بتاعتها دهب ولو خدتها مني هتستفيد منها جميل جداً ممكن تروح تبيع عند أي واحد سايغ وتغير الماكينة ويبيع عليك مثلا أنا بيع عليك بألف وقول لك هتبيعها بعشر تلاف فأنت برضو مش مكتنع دخل واحد هو تابعي بس أنت ما تعرفش إذا أنت لسه عندك الساعات دي وقعب بقي إيه أنا عايز الساعة دي الساعة دي أنا أخدتها منك بألف وبعتها بعشرة واستفدت جامل طبعاً الموضوع معاك لعب في دماغ الجامل جداً فقولت لا ده أنا اللي جاي الأول أنا اللي هشتريها هنا أنا عملت إيه استخدامت وسائل تدليس معينة عشان أخليك تشتري مني الساعة يعني ضحكت عليك بالطريقة عشان أجبرك أنت تاخد مني الساعة أو خليك تاخد مني الساعة فهنا أنا بستعمل وسائل تدليس معينة بدلس عليك عشان أحملك أنت تاخد مني الحاجة بس أهم حاجة أنت هتدفع لي فلوس وهتاخد مني الساعة بس طبعاً مش كيمتها للمبلغ اللي أنا بيعولة ده كيمتها قليل أقل من كده بكتير ولكن نتيجة التدريء التدليس اللي حصل انت دفعتلي المبلغ ده يبقى كده بنقول التعريف بتاعنا هو استعمال الجاني وسيلة من وسائل التدليس لحمل المجن عليه على تسليمه مالا منقول مملوك له او للغير واهم حاجة لازما يكون انا بدلس عليك عشان تديني مال ولازما يكون مال منقول وليس عقار احنا قلنا طبعا المنقول اللي هو الشيء اللي بينتقل من مكان الى اخر اما العقار الحاجة السبتة زي الشقة زي الارض زي العمارة دي اسمها عقار انا هنا عشان اقول جريمة نصب يبقى لازم انا بدلس عليك عشان اخد منك مال منقول وليس عقار وهم حاجة طبعا يكون المال منقول مملوك للشخص المجني عليه او للغير طيب فيه بعد كده ارقان الجريمة عرفنا ان اي جريمة في قانون العقوبات لها ركنين اسمين موجودين ركن مادي وركن معنوي قلتلك الركن المادي اللي هو الفعل اللي انا بقوم به الركن المعنوي اللي هو القصد الجناية لان اعرف اللي انا بعمله غلط ومع ذلك بعمله طب اولا ارقان جريمة النصب واحد ركن مادي اتنين ركن معنوي طيب الركن المادي في جريمة النصب ليه عناصر تلاتة مهمين جدا واحد السلوك الاجرامي اتنين النتيجة الاجرامية تلاتة علاقة السببية اولا قدامي السلوك الاجرامي السلوك الاجرامي اللي هو الفعل اللي حصل مني هو يتمثل في استعمال وسيلة من وسائل التدليس او الاحتيال اللي تنص علي القانون على سبيل الحصر طبعا انا هنا استخدمت وسيلة معينة من وسائل التدليس عشان انا خليك تديني الفلوس يبقى ده الفعل اللي انا عملته بس كده لا لازم الفعل او التدليس اللي انا عملته يترتب عليه ايه؟ نتيجة يبقى تاني عنصر النتيجة اللي تترتب على هذا السلوك هي الاستلاء على مال الغير يبقى انا دلست عليك والنتيجة ان انا خدت منك الفلوس يعني انا اضحكت عليك وفي النتيجة في النهاية ان انت دفعت ايه؟ الفلوس لي بس كده برضو لا في عنصر ثالث اللي هو علاقة السببية يعني لازم يكون هناك علاقة ما بين النشاط اللي انا عملته والنتيجة اللي حصلت يعني انت مدتنيش الفلوس الا بسبب التدليس اللي حصل يعني اللي خليك تديني الفلوس التدليس اللي انا عملته عليك يبقى لازم ان يكون فيه النشاط ونتيجة وعلاقة سببية ما بين النشاط وما بين النتيجة ده كده بالنسبة للركن ايه الماد طيب فيه طرق وسائل او طرق او وسائل السلوك الاجرامي لجريمة النظر ايه يا الطرق السلوك الاجرامي لجريمة النظر الطرق بتاعتنا واحد استعمال طرق احتيالية طبعا انا نشرح ده كله بالتفصيل اتنين التصرف في مال غير مملوك للجاني يعني المال مش بتاعي وليس لا حق التصرف فيه يعني اتصرفت في مال هو مش مالي وماليش حق اللي انا اتصرف فيه ثلاثة اتخاذ اسم كذب او صفة غير ايه صحيحة يبنا عندي ثلاث طرق هناخدهم طريق طريق ونفهمهم كويس جدا اولا الطرق الاحتيالية اولا ايه الطرق الاحتيالية هي كل كذب تدعمه مظاهر خارجية يكون منشانيه اهام المجن عليه بامر من الامور التي حددها القانون اديك مثال بسيط برضو للطرق الاحتيالية ازاي انا مثلا نازم العربية فخمة ولبس بلطه ابيض وطالع وجيت عندي مثلا شقة كده وانت جاي حاطت فيها يفطى وكاتب ان انا دكتور كذا وجبت اتنين تلاتة كده تابعي لبستهم بلطات ابيض اللي هم ممرضين معايا انا هنا عملت ايه استخدمت طرق الاحتيالية خلت المريض اللي جاي يكشف عندي عمر شوكوا ان دي مش عيادة انا استخدمت وسائل معينة خليت الناس شايفاني نازم عربية فخمة اوي لابس مثلا بلطه ابيض عندي اتنين ممرضين معايا في الشقة اللي انا واخدها دي وحطيه طبعا فيها السريري يبين ان دوت ايه اعيادة والكلام ده كله وكل شوية برضو ممرضي خبت علي المستشفى اتصلت علي تقول دكتور دكتور كذا كلمك دكتور كذا كلمك فطبعا المريض اللي قاعد عمره ما يشك اللحظة ان انا ايه مش دكتور يبقى دي اسمها طرق احتيالية طيب الشروط الواجب توفرها للكوله بوجود وسائل احتيالية برضو عشان اقول الوسائل الاحتيالية دي متوفرة وموجودة هناك ثلاث شروط مهمين جدا واحد الكذب لازم ان يكون حصل كد مني يعني الكلام ده انا اقوله مش حقيقي اتنين المظاهر الخارجية زي يقولتلك نازل من العربية فخمة او لابس مثلا بدلة ولابس بلطه ابيض يبين ان انا دكتور تلاتة الغاية من الترق الاحتيالية طبعا لازم ان يكون ليه غاية او انا بعمل الترق الاحتيالية دي لهدف كله في النهاية اخليك تدفع لي فلوس عشان اخد منك الفلوس خلي بالك برضو في حاجة في جريمة السرقة انا باخد منك الحاجة بدون ارادتك يعني انت مش عايز تدهاني وانا اخدتها منك غزبا عنك فهنا جريمة السرقة انما لو لوحظت انه في جريمة النصب انت اللي بتديني الحاجة بس تدهاني يعني انت اللي بتسلمهاني بيدك بس تدهاني نتيجة التدليس اللي انا عملته عليك يعني من غير التدليس ما كنتش هتسلمني الفلوس بس الفرق بس اللي انا عايز اوصلولك ما بين السرقة وما بين النصب ان في السرقة انا خدت منك الحاجة بدون ارادتك وانت مش عايز خدتها من وراغ خدتها غصبا عنك يبا دي سرقة اما في النصب لو لاحظت انت اللي دفعتلي الفلوس بس نتيجة التدليس اللي انا عملته عليك فيه بعد كده الكذب ايه هو هو جوهر جريمة النصب طبعا ده الاساس لان جريمة النصب كلها ايما على الكذب اللي هيحصل مني اتنين هو الادلاء بواقعة كذبة في صورة واقعة صحيحة زي انا مثلا قلت ان انا دكتور كذا كذا يعني اسمي معين وبكشف مثلا بطنة مثلا امخ وعصاب المهم ان انا قلفت اي حاجة بس مش حقيقي الكلام اللي انا بقوله يستوف الكذب طبعا ان يكون شافوي او بالكتابة او بالاشارة الكذب برضو مش هيفرب بالنسبة لي بكتب بالبقى بس لا ممكن مثلا انا جبت يافطة وحطتها بالكتابة جبت يافطة وكتبت كده عليها ان انا اسمي دكتور كذا استغلت مثلا جاه لبعض الناس ما يعرفش شكل الدكتور ايه وهم رايحين عنده دكتور مشهور ومعروف بس هما ما يعرفوش شكلا فانا استغلت ان هما ما يعرفوش مثلا اراه اكتابة قوي وامتي جاي او ما بيعرفوش هو مين الدكتور بالزبط استغلت الموضوع دوت وجبت يافطة وكتبت عليها اسم الدكتور وتعاملت معهم على اساس ان انا الدكتور دوت ولا في الاخر مش الدكتور ده بس هذا في كله ان هما يدفعوا لي ايه فلوس الكشف او مثلا اتفق معهم على عمل عملية معينة وخليهم يدفعوا مؤدم للعملية طيب فيه بعد كده صور المظاهر الخارجية زي ايه برضو المظاهر الخارجية اللي انا ممكن اقوم بيها صور المظاهر الخارجية ثلاثة واحد تدخل شخص اخر لتديد مزعم الجاني زي ما قلت لك من شوية على مثال الساعة انا بقولك ان الساعة دي دهب المكناة بتاعتها دهب وعملها وهي ما جاء بص لونها دهب لونها مش عارف ايه ده المكناة ايه خدها بس وديها الواحد سايغة يقولك دهب فعلا وعمل اقنع فيك فدخل واحد من برا لو انت مش مكتنعه دخل واحد من برا هو تابعي بس انت ما تعرفش راح جاي لإيه ده انت رس عندك الساعات دي دهنا اخدتها منك من كام يوم وبيعتقى وكسبت فيها جامد فطبعا الموضوع اللي في دماغك لما لقيت حد غريب دخل من برا انت طبعا ما تعرفش انه هو تابعي يبقى كده واحد دخل ايد الكلام بتاعي اتنين القيام باعمال مادية ايه ما يكون بقى الاعمال المادية اللي انا هقوم بيها تلاتة الاستعانة بالظروف ايه قائمة مثلا استعانة بالظروف قائمة زي في جامعية خيرية عاملين حفلة فانا امتجاي واقف على الباب مدخل الجامعية اللي هو مدخل الحفلة اللي عاملينه واقف وطولك يا جماعة احنا بنلم تبرعات للجامعية الخيرية دي احنا عاملين حفلة اه وهنلم تبرعات بسبب ايه بمناسبة الحفلة اللي احنا عاملينها انا لا تبع الجامعية ولا ليه علاقة بالحفلة ولا ليه علاقة باي حاجة خالص بس وهمت الناس اللي قدامي ودلست عليهم ان احنا بنلم تبرعات للجامعية فالناس بدأت تدفع لي فلوس بيرادتها بس نتيجة التديس اللي انا عملته ايه عليهم طيب في بعد كده غاية الترك اللي احتيالية هو ايه الغاية من الترك اللي احتلالها اللي انا بعملها ايه الهدف اللي انا عايز اوصله طبعا عندي كذا غاية واحد الاهم بوجود مشروع كاسب زي الاهم بوجود شركة او نقابة او جمعية او محل تجاري انا بوهمك هاتفلوسك هشغلها لك في شركة انا عندي شركة كبيرة انت شايفني طبعا نازل من العربية فخمة اوي وبادلة وبتاع والناس بقى عاملالي وضعوا الكلام ده كله فقولت لك كاس انا شغلت فلوسي في شركة معينة وكسبت منها ارباح كتير جدا هاتفلوسك وشغلها لك طبعا انت توهمت بالانا فيه فقمت جاي دفع لي ايه فلوس يبا انا دلست عليك وانت دفعت لي فلوس اتنين برضو من غاية الترك اللي احتلالية الاهم بوجود واقعة مزورة كان يوم الجاني المجن عليه بانا لدي القدرة على تعيينه في احدى الوظائف في احدى الوظائف انا وهمتك ان انا حاجة كبيرة اوه في الوزارة او حاجة كبيرة اوه في الدولة اتفع بس لي الفلوس وانا هشغلك ابنك او هشغلك هعينك في مكان هرقيك المهم اللي انا بوهمك استخدمت امور معينة شابين لك ان انا بعين الناس وان انا عندي المجدرة اللي انا عين اي حد فانت طبعا لما انبهرت بالانا بعمله ده طبعا نتيجة التدريس اكيد قمت جاي دفع لي الفلوس عشان انا ايه اعينك برضو انا هنا خدت منك الفلوس انت هدفع علي يعتبر كده بقردتك من غاية الترك الاحديالية احداث الامل بحصول ربح وهمي اي حمل المجنى عليه على الاعتقاد بان سمت فائدة كبيرة ستعود عليه من تصديق مزعم الجاني لو صدقتني ودفعتلي فلوس انت في سنة واحدة هيبقى عندك عربية وشقة وارض وفلوس قدي كده انا اعمل اوهمك يعني اعمل اضحك عليك واقول لك بص انا انا كنت من سنة ما كنتش معاي حاجة خالص ولا كان حيلت اي حاجة بالزبط دخلت الشركة دي دفعت له معاشر تلاف جنيه في خلال سنة بقت مليون فانت قلتلي بجد قلتلك انت مش شايف علي الحاجات اش شايف العربية ومش شايف ومش شايف فانعمل اوهمك بحاجات معينة فانت طبعا اندفعت وانت جاي دافع الفلوس قلتلي انا عايز ابا زيك فطبعا انت جاي دافع الفلوس نتيجة التدليس اللي انا عملته عليك برضو من ضمن الطرق احداث الامل بتزديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال كان يخلق الجاني لده المجنى عليه السكة في انه سيرد سيرد له المال الذي سلمه له اقد معك خلي بالك الفلوس هترجع لك يعني عارف الفلوس دي لو ما اشتغلتش ومحققتش الارباح الكبيرة دي هترجع لك فلوسك انت مش خسرين لأي حاجة خالص انا مش بقول لك ماكسب وخسارة لا لا انت ماكسب بس يعني انت هتدفع الفلوس وهتكسب بس مفيش خسارة وحتى لو ماكسبتش هترجع لك فلوسك وعمل اوهمك بالكلام ده كله تمام فهنا برضو يعتبر نصد برضو من ضمن الطرق الاهم بوجود سند دين غير صحيح يكون ذلك غالبا بتقديم سند مزور يثبت مديونية المجنى عليه هتديك سند بص ده الورق دي تثبت ان انت لك فلوس اهو دي ورق وهي اصلا ورق في الاخر ايه مزورة مش حقيقية رقم ستة الاهم بوجود سند مخالصة مزور النقطة دي بقى مهمة كاهم المجنى عليه او الجاني للمجنى عليه بانه قد حرر له سند مخالصة بالدين فيقوم الاخير بسداد المبلغ الدين له ثم يتبين له ان سند المخالصة يحمل توقيع شخص اخر غير الدين بص بقى انا هنا عملت ايه انت كان عليك ديون لشخص معين جيت لك انا بسند كده قلتلك ده سند مخالصة طيب بتاع ايه قلتلك الديون اللي كانت عليك انا سددتها لك فانت اقتنعت وخدت الورقة وروح تجاي ده فعلي فلوس وطيبت بخد الفلوس مقابل الفلوس اللي انت دفعتها خدها ايه خدت منك الفلوس وفي الاخر انت ببص في السند لقيت التوقيع مزور او لقيت اسمي مش هو اللي مكتوب مش هي نفس الامدة يعني بمعنى صح مش انا اللي دفعتلك الديون اللي كان عليك ده شخص اخر وانا وهمتك ان انا عشان اخد منك الفلوس يبقى هنا تحققت الايه الغاية بتاعت اللي انا عايز او صلى لانا بضحك عليك او بنصب عليك عشان اخد منك الفلوس طيب في بعد كده التصرف في مال ليس ملكا للجاني ولا له حق التصرفي طبعا انت هنا لازما بتتصرف في مال مش بالحقك ان انت تاخده هو مش ملكك اصلا عشان تستخدم المال دوت يتطلب المشرع لتحقق هذه الوسيلة شرطي واحد التصرف في عقل او منقول يعني مش شرط انا ممكن اتصرف انا ممكن اوهمك ان الشهاء دي بتاعتي وبعالك وهي مش بتاعتي اصلا تمام اوهمك العربية دي بتاعتي وبعالك وهي برضو مش بتاعتي انا كمان ده انا عملت عليك وسائل تدليس معينة تبين لك ان العربية بتاعتي او الشهاء بتاعتي ولا العربية بتاعتي ولا الشهاء بتاعتي بس انا وهمتك بكده وانت ماضيت معاها العقود على اساس ان ايه عربيتي او على اساس ان ايه الشهاء بتاعتي طيب اتنين ان يكون المال غير مملوك للجاني اهم حاجة ما يكونش المال ملكي يعني انا عشان اقول لان ارتكبت جريمة نظ اهم حاجة ما يكونش المال بتاعي تمام وليس له حق التصرف فيه ده هو مال بتاع غير هذا في كله لنا أضحك عليك ودهولك مقابل الفلوس اللي أخدها منك التصرف ده عبارة عن إيه التصرف ده فيما معناه هو كل عمل قانوني يترتب عليه نقل ملكية المال سواء كان ذلك بالبيع أو بالمقيدة أو بالهباب التصرف أنا بتصرف في الحاجة اللي عندي يعني بس أهم حاجة عشان أقول تصرف بالمال ملكي أكيد يعني أنا هبيح حاجة أو هعمل مقيدة مع واحد يعني هبدل معاه مثلا عربية بعربية أو عربية بشقة يبقى لازم أن تكون الحاجة بتاعتي يبقى ممكن أبيحها ممكن أعمل مقيدة ممكن أديها الواحد هدية اللي هو الهباب في عقد الهباب اللي بنعمله فماشي ده سمتصرف إن أنا ممكن أتصرف الحاجة بس هنا لو تصرفت حاجتي ملكي ما فيهاش مشكلة إنما لو هي مش ملكي وخدتها من واحد ووهمتك إنها ملكي وخليتك تدفع الفلوس وديتهالك وهي أصلا مش بتاعتي يبقى هنا اللي حصل بيني وبينك جريمة نصب يبقى أنا نصبت عليك فيه بعد كده اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة زي ما أنا قلت لك من شوية أنا وهمت الناس إن أنا الدكتور أنا اسم دكتور كذا كذا هم عارفينه كاسم بس مش عارفينه كشك أنا بقى قلت لهم أنا الدكتور دوت تمام فهين أنا وهمتهم بحاجة معينة عشان يتفعيلوا فلوس يبقى الإسم الكاذب هو أن ينسب الجاني لنفسه اسما آخر غير اسمه الحقيقي سواء كان التغيير كليا أو شاملا الاسمه اللقب يعني ممكن أغير الاسمه كله أو أغير الاسمه اللقب أو الاسم فقط لغير أو كان مكسورا على أحدهما دون الآخر أي ما يكون يعني المهم اللي أنا غيرت في الاسمه كله هدف كله كدب عليك عشان أخليك تدفع لي مبلغ من الأموال عشان تكتمل جريمة النصب طيب في بعد كده عناص الركن المعنوي إحنا كده تكلمنا عن الركن المادي ويعرفنا كل تفاصيل خاصة بالركن المادي اللي هو الفعل اللي حصل والطرق الاحتيالية اللي أنا استخدمتها والهدف اللي أنا عايز أوصله في النهاية ولكن برضه عشان نقول إن الجريمة بتاعت النصب كاملة ومكتملة وتتعاقب بالعقاب اللي القانون قال عليه هناك الركن بيسمى الركن المعنوي الركن المعنوي قلت لك قبل كده اللي هو القصد الجنائي يعني عارف اللي أنا بعمله غلط ومع ذلك بعمله أنا عارف اللي أنا كده بنصب عليك عارف اللي أنا بوهمك كدب عارف إن أنا أصلاً ما فيش مشروع ولا فيه حاجة هتحقق لك أرباحه ولا الكلام ده كله ومع ذلك اتجاة إرادة إن أنا أدلس عليك عشان خاطر تديني الفلوس يبقى هنا الركن المعنوي لجريمة النصب العلم باحتيال يعني أنا عارف اللي أنا نصاب ومحتال اتنين اتجاه إرادة الجاني إلى سلب سروة المجن عليه كلها أو بعضها وكمان ده أنا عارف اللي أنا بعمله ده احتيال ونصب وبرضه اتجاة إرادة إن أنا أخد منك الفلوس أنا عارف اللي أنا بوهمك بحاجات نيش حقيقة وبرضه اتجاة إرادة إن أنا أخد منك إيه الفلوس يبقى هنا عشان أقول إن الركن المعنوي موجود اللي هو القصد الجنائي يعني أنا على علم وإرادة أنا على علم بالله أنا بعمله غلط ومع ذلك اتجأت اردت ان انا ارتكب الجريمة طيب الشروع في النظم هنركز كويس جدا لان انا قلت في السرقة فيها شروع ممكن ابدأ وما تتمش يعني ممكن اطلع الشقة وافتح الباب وافتح الخزنة بس اجا اخد الفلوس اتمسك فهنا اسمها شروع في السرقة كذلك برضو النظم انا ممكن اقعد اوهمك بحاجات كتير جدا عشان تدفع لي الفلوس وانت في الاخر ما تتوهمش يعني افضل ادلس عليك واضحك عليك بكلام معين وانت في الاخر ما تقتنعش هو انا كده بدأت الجريمة بس الجريمة ما تميتش هيبسمها شروع في النظم يعني الجريمة بدأت بس ما تميتش خلي بالك عشان انا اخد كمان شوية جريمة خيانة الامانة خيانة الامانة ما فيهش شروع خيانة الامانة يا الجريمة تتم يا ما تتمش انما السرقة والنظم وارد ان الجريمة تتم وارد يكون هناك شروع في السرقة او النظم طيب الشروع في النصب يتحقق الشروع في النصب إذا بدأ الجاني في تنفيذ الجريمة باستعمال إحدى الوسائل الاحترالية اللي هنستطيعين عليها من شوية كبه للمجن عليه ولكنه لم يتمها لأسباب لا دخل اللي ردت فيها بس خلي بالك أنا استخدمت كل الطرق ووسائل النصب بتاعتي عشان أنصب عليك بس في النهاية لأسباب ما بترجعش إليه لا 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 لأسباب تانية خالص مالاش علاقة بي الجريمة ما تمتش يبقى أنا كان برضه عندي النية لأننا نرتكب الجريمة وكان عندي النية اللي ناخد منك الفلوس بس الأسباب خارجة عن إرادتي ما حصلتش ما تمتش الجريمة يبقى هنا اسمها ايه شروع في النصب في بعد كده العقوبة العقوبة بقى بتاع جريمة النصب جريمة النصب هنتكلم عن ثلاثة نقطة مهمين جدا جريمة النصب التمة يعني لو الجريمة بدأت وتمت واكتمرت الحبس من 24 ساعة يعني يوم إلى ثلاث سنوات يبقى لو الجريمة تمت خلي بالك بس مش اللي انت نصبته الحاجة اللي انت نصبت عليها فيها وخدتها او لو انا نصبت عليك وخدت منك فلوس هاخدها لا طبعا الفلوس دي هترجع هتتم مصادرتها يعني اما مصادرة او رد يعني الحكومة هتصادرة مني هترجع لصاحبها انا مش تملكها هيكيد طبعا اتنين الشروع في النصب لو حصل شروع في النصب الجريمة حبس لايزين عن ايه عن سنة يبقى لو الجريمة تمت من سنة من يوم لثلاث سنين اما الجريمة لو كانت شروع بدأت وما تمتش يبقى العقاب ايه سنة طب في حالة العود بقى يعني انت خرجت من السجن ورتكبت الجريمة تاني عارف بقى اللي هو ايه ما فرقش بالنسبة لك العقوبة الاولانية فهنا هنزود شوية في العقاب هيتحط الجاني تحت مرأبة البوليس سنة على الاقل او سنتين على الاكثر ده غير طبعا العقوبات اللي فوق يعني هو يتعاقب بالعقوبة الاولى اللي هو يوم لثلاث سنين زائد انه يتحط تحت مرأبة البوليس من سنة على الاقل لسنتين يعني من سنة لسنتين ده في حالة العود يعني لو هو خرج من السجن ورتكب الجريمة تاني اللي هو بمعنى ما اثرتش معاه العقاب الاولاني فساعتها هنزود معاه العقاب اللي هو هيتحط تحت مرأبة البوليس طيب دي كده كانت جريمة النظم طبعا هي جريمة بسيطة خالص مفاش اي مشكلة ارقلها كان ركن المادي وركن ايه معنوي من السهل انت تقدر تفهمها لان احنا بنستخدم فيها وسائل تدليس معينة وده الواقع اللي احنا بنشوفه حاليا طيب فيه برضو جريمة اخرى اسمها خيانة امانة بس خليمانك فيه فرق ما بين التلاتة ما بين السرق والنظم وخيانة الامانة عشان مش اي حاجة تحصل تقول ده ايه دي خيانة امانة لأ دي سرق لا دي نظب لا فيه فرق ما بينهم هم التلاتة يعني النظب حاجة وخيانة الامانة حاجة والسرق حاجة دلوقتي بقى جريمة اسمها خيانة الامانة خيانة الامانة ديك بس مثال قبل ما نيرى التعريب بتاعنا انا مثلا ندي مثال رحت البنك حطيت وديعة في البنك طبعا طبيعي لما بتروح البنك وتحط وديعة بيعمل لك عقد في عادي كده او وسط بيكتب بينك وبين البنك يثبت ان انت دفعت ليهم فلوس وديعة وهتاخدها بعد سنة جت بعد سنة رحت للبنك وقلت له انا عايز فلوسي قال لي ما لكش عندي فلوس هنا يبقى البنك عمل ايه خان الامانة طب ايه اللي يثبته ان هو خان الامانة عقد الوديعة اللي كتب بيني وبينه يبقى ان لانا عايز اوصل لك ان عشان اقول هناك جريمة خانة امانة واثبتها يبقى لازم ان يكون كتبت عقد بيني وبين الشخص التاني اللي هو هيخوني الامانة يعني مثلا لو روحت تضيط للبنك الوديعة من غير ما نكتب عقد اللي يثبت ان البنك خان الامانة هو خان الامانة فعله بس اقدر اثبت ما قدرش يثبت ان هو خان الامانة الا اذا كان في عقد الكتب بيني وبين البنك صح كده يبقى خانة الامانة عبارة عن ايه بقى هي اختلاص خلي بالك عشان ده الفعل اللي هو الرائك المال بي هي اختلاص او استعمال او تبديل مش انا قلت لك اي جريمة فيه الرائك المالzilla الرائك المالي اللي هو الفعل الفعل اللي حصل لنا في خانة الامانة اختلاص او استعمال او تبديل وهنعرف برضه معانيهم يعني ايه مال منقول برضه هنا لازم يكون مال منقول خلاص مملوك للغير سلمه الى الجاني بناءا على عقد امانة بص التعريف مهمة جدا اختلاص واستعمال وتبديل ايه بقى؟ مال يعني اي شيء يقدر بمال منقول وليس عقار ماله بقى سلمة للجانب بناء على ايه عقد امانة يبقى انا لازم ان اكون سلمتك المال دوت بناء على العقد عشان اقدر ازبط ان فيه خيانة امانة هتحصل او حصلت طيب من عقود الامانة وذلك هدف ايه بقى من ده كله اضرار اضرارا بمالكه مع توفر قصد جنيه يعني الهدف في ان كله هضر المالك زائد ان انا قاصد ارتكب الجريمة خلي بالك لما تبص للتعريف تقدر تطلع الارقان يعني الارقان هنا ركن مادي ايه الركن المادي اختلاص استعمال وتبديد حلو وفي عندي ركن معناوي ايه الركن معناوي اللي هو القصد الجنيه اللي انا عارف اللي انا بعمله ده خيانة امانة ومع ذلك بعمله كذلك اضرار بمين بشخص المالك انا هنا بضر شخص ايه المالك يعني برضو الهدف كله لانا هضر او لما بعمل خيانة امانة شخص المالك مالك الاموال اللي انا خلط الامانة بتاعته اكيد هينضر كذلك برضو عندي انا لازم ان اعمل ده كله بنان على عقد ايه امانة بس لازم ان يكون محل الجريمة مال منقول يعني ان انا اقول لك برضو من ضمن الارقان محل الجريمة ايه محل الجريمة اللي هو مال بس مال عادي لأ لازم ان يكون منقول مش عقار يبقى انا كده باخون الامانة في المنقولات يبقى اذا لازم ان يكون المال ايه منقول تعال بقى ارقان الجريمة نقولها بقى بالتفصيل ارقان الجريمة عندي اربع ارقان واحد الركن المادي يتخذ صورة اختلاس او استعمال او تبديد المال محل الجريمة اتنين محل الجريمة المحل الجريمة يا جماعة اللي هو الحاجة اللي انا هتمانك ايه محل الجريمة اللي هو المال اللي انا خونت الامانة بنان عليه هو المال المنقول المملوك للغير والمسلم الى الجانب بنان على عقد من عقود الامانة برضو خلي بالك عشان أقول خيانة أمانة لازم أكون سلمتك المال Von على عقد يعاني إنت خونت الأمانة لازم أن Lag 1987 نسبه أني في جريمة أكون أنا سلمتك المال بناء على عقد عشان نقدر نسبة الجريمة َ رقم ٣ أن يكون ذلك إضرارا بالمجن علي مالك الش donated طبعا لازم أن يحصل ضرر لشخص المجن عليه أعشان اقول لم في جريمة يبقى لازم أن يكون في ضرر أصاب صاحب شخص المجن عليه به الضرر الكبير الدرر قليل درر واضح غير واضح المهم انه حصل درر وخلاص رقم 4 الركن المعنوي ويتخذ صورة القصد الجنائي يعني انا عارف ان انا كده بخون الامانة ومع ذلك اتجت اراتي لخيانة الامانة اذا ارقام جريمة خيانة الامانة ركن مادي محل الجريمة ان تكون ان يكون ذلك اضرارا بالمجنة عليه واربعة الركن المعنوي طيب انا قلتلك الركن المادي اختلاص واستعمال وتبديد طيب يعني ايه اختلاص ويعني استعمال ويعني ايه تبديد خلي بالك الركن المادي اللي هو الفعل اللي حصل فايه الفعل اللي حصل اختلاص في التعريف او استعمال او تبديد طيب تعال نفهم برضه يعني ايه اختلاص ويعني استعمال ويعني ايه تبديد اولا في الاختلاص خلي بالك لفظ الاختلاص ده ذكرناك اذا مرة يعني دلوقات ذكرناه في جريمة خيانة الامانة ذكرناه قبل كده في جريمة سرقة وذكرناه قبل كده في جريمة اختلاص المال العام لما قلنا في اختلاص المال العام قلت ان انا بغير الحيازة بدلا لما كانت حيازة ناقصة بخلاها حيازة ايه كاملة طيب الاختلاص بقى عبارة عن ايه هو كل فعل يعبر به الجاني عن اضافة الشيء الى ملكه دون ان يخرج من حيازته يعني الحاجة معايا على فكرة ما خرجتش من حيازتي بس بانت يعني انت مديني الحاجة دي امانة عدتيني خد كتعة القماش دي امانة هندي المثال برضو مثال ذلك من يؤتمن على كتعة قماش فيصنع منها بدلة لنفسه واحد اداني كتعة قماش قال لي خد كتعة القماش دي خلاها عندك امانة وبعد مدة معينة انا هجي اخد منك كتعة القماش دي فانا خدت كتعة القماش ما باعتهاش ولا اديتها لحد بس عملت منها بدلة ليا كده معناتها ان انا ايه خلت الامانة هو الحاجة ما خرجتش من عندي صح بس في نفس الوقت مش هينفع ترجع لصاحبها تاني لان هو كان ميدالي كتعة قماش هرجعله بدلة ازاي انا فالصبت منها بدلة المقاسي على قد انا لي انا يبقى هنا حصل مني ايه اختلاص ان انا خدت الشيء اللي هو امانة عندي واستخدمته لينا شخصيا فهنا اسمه اختلاص يبقى هو كل فعل يعبر به الجاني عن اضافة الشيء الى ملكه دون ان يخرج من ايه من حياسه مازال حاجة تحت حياستي بس غيرت شكلها طيب فيه بعد كده التبديد يعني ايه تبديد هو كل فعل يكون بالجاني وينطوي على التصرف في شيء تصرفا من شاني اخراج الشيء من حياسته باعتباره مالكا لو مثال ذلك ان يكون الشيء موضوع عقد الامانة كتعة قماش فتصرف فيها الجاني بالبيع انت مديني كتعة قماش قلت لي خلي القطعة دي عندك امانة قلت لك ما فيش مشكلة وعملنا عقد بكده برضه عشان قلنا عشان نقدر نزبط ان فيه جريبة يبقى لازم ان فيه عقد قلت لك ما فيش مشكلة وخدت منك كتعة اللي ماشي وبعدها بيومين تلاتة انت فجأة وانت ماشي لقيت كتعة اللي ماشي عند واحد تاني فبتسأله جايبها منين قالك ده انا اشتريتها من كذا يعني هو معناها اللي انا بعتها فالبيع اللي حصل مني ده اسمه ايه تبديد يبانا اتصرفت في الشيء ونقلت حياسته من معايا لشخص اخر بس خلي بالك هو الشيء اللي انا بيعتدوت هو مش ملكي ده كان امانة عندي وانا امتجاي بيعم يبانا كده ارتكبت جريمة خيانة ايه الامانة طيب يبقى ده اسمه التبديد فيه بعد كده الاستعمال برضه في الركن المادي الفعل التالت الاستعمال هو الاستعمال الذي يعتبر بمثابة اعتداء على الملكية مثال ذلك ان يسلم مؤلف اصل مؤلفه الى ناشر ليتولى طبع عدد من النسخ فيطبع سرا عدد اكبر من العدد المتفق عليه ويستولى على سمن الفرق بين النسخ يعني انا رحت الواحد انا قلفت كتاب وروحت لدار اتباعه ونشر قلت لهم بعد اذنكم اتبعوا لي من الكتاب دوت مثلا ميت نسخ انا هاخد الميت نسخة وبحهم فجأة راح جوا طابع مثلا ميتين نسخة الدان المية بتوعي وخد هو ميتانين بحهم وخد منهم فلوس كده يعتبر خان الامانة للمؤلف ده بتاعي ومفوض انا الوحيد بس اللي استفيد منه وهو دوره هياخد فلوس التصوير مش اكتر ولا اللي هو فلوس التصوير والتباع هو ام جاي مستغل الموضوع لما لايه المال عنده او المؤلف عنده او الاصل الورق عنده ام جاي طابع منه نسخ زيادة شان يستفيد هو منها فهنا حصل منه استعمال برضو ممكن ندي مثال زي انا مديك عربية امانة فانت خدتها استعملتها وهلكتها ومش هدفة انت ترجح يبخونت الامانة بس خلي بالك لو انت استعظمتها استعمال بسيط ورجعتها دي مش تبخيانة امانة انما لو خدتها مش هايز ترجع بخيانة ايه امانة في بعد كده شروط المال محل جريمة خيانة الامانة احنا قلنا لك ان فيه ركن تاني اسمه محل الجريمة قلت لك محل الجريمة لازم يكون مال منقول وليس عقار فالمحل الجريمة دي شروط المال او المال ذات نفسه لشروط معينة زي واحد ان يكون مال منقول وليس عقار يبخيانة الامانة بتقع على المنقولات وليس العقارات اتنين ان يكون مملوك لغير الجاني اهم ما هبص يا جماعة لو لو المال بتاعي وانا اتصرفت فيه ما فيش خيانة امانة مهم مال بتاعي انا انما اهم حاجة لازم يكون المال ده مملوك لغير الجاني يعني ملك حد اخر غير الجاني اللي هو مرتكب الجريمة اللي هو انا رقم تلاتة ان يكون التسليم بناء على عقد من عقود الايه الامانة وده انا قلت لك اهم نقطة ما هنعشان اقدر ازبط ان فيه جريمة خيانة امانة لازم يكون سلمتك المال بناء على عقد انما لو ما عملناش عقد من عقود الامانة مش هقها هي فيه جريمة بس مش هنقدر نزبتها فبالتالي لازم ان يكون كتبنا ايه يبقى كده الشروط المال محل الجريمة ان يكون مال منقول ان يكون مملوك لغير الجاني ان يكون التسليم بناء على عقد من عقود الايه الامانة في بعد كده طب انت عمال تقول لي عقود امانة عقود امانة ايوة زي ايه بقى عقود الامانة ما تدينها مثال عليها كده او ايه هي انواحها عقود الامانة الزكرة في القانون على سبيل الحصر هم خمس انواع من العقود بناء عليهم ممكن يحصل جريمة خيانة الامانة انا هقول الخمسة وهنشرحهم بشكل مبسط كده وبعد كده نقرأهم اولا انواع عقود الامانة الوديعة اتنين الايجارة تلاتة عارية الاستعمال اربعة الرهن الحيازي خمسة الوكالة تعالوا بقى نفهمهم واحدة واحدة كده قبل ما نرى التعريفات انواع عقود الامانة اولا الوديعة الوديعة زي المثال اللي انا قلته من شوية رحت البنك حطيت في مبلغ من الاموال وديعة البنك كتب ما بينه وبينه عقت بعد مدة معينة من انتهاء فترة الوديعة رحت اطلب الفلوس بتاعتي البنك قال لي ملكش فلوس يبقى هنا البنك خان الامانة اثبت منين ان هو خان الامانة بنان على عقد الوديعة اللي كتب بينه وبينه اذا لازم لكون كتبت عقد بينه وبينه اتنين الايجارة عقد ايجار انا اقجرتلك عربية لمدة معينة وكتبنا عقد ايجار لمدة مثلا شهر المفروض بعد انتهاء الشهر هترجع لي العربية لانها بتاعت وانت مؤجرها مدة معينة انت مرجعتش العربية يبقى انت برضو هنا عملت ايه خنط الامانة اللي يزبط ان انت خنط الامانة بناء على العقد الاجار اللي بيني وبينك يبقى انا هرفع دعو بناء على عقد الاجار واقول ان انت خنط الامانة تلاتة عقد عارية الاستعمال عارية الاستعمال زي ايه بقى عارية الاستعمال. انت مثلا استعارت من كتاب هتكراه وبعد مدة معينة هترجعه. خلي بالك فيه فرق ما بين الايجار والعارية الاستعمال. في عقد الايجار بيسمى عقد معاوضة. يعني ده اللي احنا ذكرناه بكده في القانون المدني. عقد الايجار من عقود المعاوضة. يعني ايه عقود معاوضة? يعني الترافين بيستفيدوا. يعني المؤجر اللي هو صاحب الشقة بيستفيد بياخد اجرة عن الشقة اللي اجرها. والمستاجر بيستفيد بياخد الشقة واستعملها. فالاتنين بيستفيدوا. اما عقد عارية الاستعمال. عارية الاستعمال يعني واحد بيستعير من اخر كتاب. هيقراه وهيرجعه بعد مدة معينة. بدون مقابل. فبالتالي شخص المستعير دوت مش هيدفع مقابل. فهنا مقدرش اقول عليه عقد معاوضة. لان عقد عارية الاستعمال ليس عقد معاوضة. لان طرف واحد بس هو اللي بيستفيد. اللي هياخد الكتاب بيقرأه. اما التاني مش مستفيد حاجة. اما عقد الايجار الترفين بيستفيدوا. عشان كده بقول عليه عقد معاوضة. طرف المؤجر بيستفيد بياخد الاجرة. والمستاجر بيستفيد بياخد الشيء اللي هينتفع به مدة معينة وبعد كده يرجعه. فده عقد معاوضة. اما عارية الاستعمال ليس عقد معاوضة. طيب. المهم الشخص اخد مني الكتاب عشان يقرأه. ومرجعهوش. بس طبعا سلمته له بنانا على عقد. ومرجعش الكتاب. طالبته بكتاب مرضش يرجعه. كده يبقى خاني الامانة. وإن اللي هيثبت ان هو خاني الامانة? بنانا على عقد عارية الاستعمال اللي كتب بيني وبينه. رقم اربعة رهن الحيازي. انا عليك فلوس. مش معايا اسدد الفلوس دلوقتي. قلت لك انا اسدد لك الفلوس بعد سنة. قلت لي مضمناكش. عايز حاجات ��도 من انا هرهن لك العربية بتاعتي. بس راه نحيازي. يعني كلمة راهني هيزة. العربية تحت ايدي? تحت حياستي. هي ملكي. اديتها لك وبقى تحت ايدك انت. هي ملكي انا. بس كده اصبحت تحت حيزتك انت. يعني خلي بالك تقول له الحيازة مش ملك. الملك يعني حاجة بتعطي انا. اما حيازة يعني حاجة تحت ايدي. بغض النظر بتاعتي ولا مش بتاعتي? تمام فانا العربية تحت ايدي وتاعتي ملكي. امتجاي مدي هالك راهني HIZY. يعني بدلا ما العربية تبقى تحت البيت عندي لأ هسلمها لك ليك انت وخلاها معاك بس مش ملكك هي تحت حياستك بس مش ملكك وطبعا عملنا عقد اسمه راهن حياسي بعد مدة سدلت الفلوس اللي عليها قلتلك هاتلي العربية بعد اذنك كده العقد انتهى قلتلي ملكش عندي حاجة كده يبقى انت خونت الامانة اثبت منين انت خونت الامانة بناء على عقد اسمه الراهن الحياسي اخر عقدي فيهم اللي هو الوكالة اللي انا وكلت شخص انه يروح يتصرف في اموال يبيع لي مثلا عربية ويجيب لي فلوسها فانا عملت له عقد توكيل بيع العربية وبعد ما يبيع العربية يجيب الفلوس بتاعتي اللي هو شخص الموكل الوكيل والموكل هنا الشخص لما خد مني عملت ما بيني وبينه عقد الوكالة خد العربية وباحها ومرداش يديني الفلوس اللي يثبت انه هو خان الامانة عقد الوكالة اللي كتب بيني وبينه لان انا كاتب عق تلما تبقى العربية هتسددلي الفلوس هتجبلي الفلوس مش هتاخد الفلوس ليك فكاتبين عق هو خاد الفلوس ليه يبقى كده خانل ايه الامانة اثبت منين ان هو خانل امانة طبعا بناء على عقد الوكالة اللي كتب بيني وبينه طيب تعالوا بقى نقولهم التعريفات بتاعتهم عقد الوديع عبارة عن ايه هي عقد يلتزم بمقتضاء شخص بقى يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى على ان يتولى حفظ هذا الشيء وعلى ان يرده عينا يعني هياخد الحاجة يحفظها مدة معينة وبعد كده يرجع نفس الحاجة اللي هو ايه خدها ده عقد الوديع اثنين شروط وجود طبعا العقد الوديع ان يكون الشيء قد سلمه الى الموضع اللي دايه بقصد حفظه انا ميديك الحاجة تحفظها عندك يعني زي ما قلت لك روح تديت البنك الفلوس انا مش ميداله يتملكها لا انا نيتي ياخد الحاجة يحفظها عنده مدة معينة واخدها منه تاني زي برضو مثلا في اللي هو التلاجات الكبيرة بتاعت الجبن انا اشتريت كمية كبيرة وخايف ان هي بوز ومعنديش مكان يسيع للصفايح الجبن دي كلها فهضطر اعمل ايه روح تتلاجة كبيرة قلت لهم انا عايز احط عندكم الجبن دي لمدة شهر فهنعمل عقد تمام حطيت الحاجة بعد شهر جيت قلت لهم ما قلت الحاجة ما جابهاش ليا انا هنا كتنيتي مش بقول لهم خد الجبنة ليكم او خد الصفايح دي ليكم لا انا بقول لهم ايه هحفظها عندكم مدة معينة وبعد كده هترجعها لي يبقى لازم ان ما تكونش نيتي ان هو يتملك الحاجة لا انا نيتها هيحفظ هيحفظنا على الحاجة مدة معينة وهي رجحها تاني رقم اتنين ان يكون الاتفاق كتم بين الطرفين على ان يرد المودع لدي شيء ايه بعينه انا متفي معاك انت هتاخدها كتعة قماش اتاخدها مأس صفايح ترجحها زي ما هي مش متفي معاك ترجع علي مقابل فلوس لا يعني انا مش مديك كتعة القماش عشان ترجع علي بعد كده فلوس لا انا مديك القماش عشان ترجعولي قماش زي ما هو فهنا ان يكون الاتفاق التم بين الطرفين على ان يرد المودع لدي اشيء عينه يعني نفس الحاجة اللي انا ادتهلك هترجع علي زيها بالظبط هي بالظبط بعد كده الاجارة ايه هو عقد الاجار هو عقد يلتزم بمقتضاء شخص المؤجر اللي هو صاحب الشقة بقى يمكن المستأجر اللي هو هياخد الشقة ينتفع بها من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء اجر ايه معلوم زي ما انا قلتلك من شوية انت ممكن تأجر من العربية انا مؤجر وانت مستأجر هتأجرها المدة معينة لقاء اجر المفروض بعد انتهاء المدة ترجع لي ايه العربية ما رجعتهاش بخونة الامانة وهزبتها بناء على عقد الاجار اللي كتب بينه وبين المستأجر في بعد كده عقد اسمه عارية الاستعمال ايه هو عقد عارية الاستعمال اللي انا قلت عليه من شوية الفرق ما بينه وبين عقد الاجار ان عارية الاستعمال ليس عقد معاوضة لان طرف واحد بس اللي بيستفيد اما عقد الاجار عقد معاوضة لان الطرفين ايه بيستفيدوا سواء شخص المؤجر او المستأجر طيب في عارية الاستعمال اللي هو عبارة عن ايه هو عقد يلتزم بمجدداء المعير بأن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك خلي بالك برضو في نقطة مهمة جدا انت هتستلم يعني في عقد الاعارة اللي هو عارية الاستعمال او عقد الايجار انا بديك حاجة تنتفع بها وبترجحها تاني يبقى الحاجة اللي انا ده لك غير قابلة للاستهلاك يعني بمعنى صح هو انت ينفع تستعير مني بنزين شوية بنزين اكيد طبعا لا لان ده بيستهلك ده بيخلص انت تستعير مني عربية لانها هتستخدمها وترجحها ما بتخلص يعني حاجة غير قابلة لاستهلاك ينفع تستعير مني اكل برضو لا ينفع تأجر مني اكل تأجر مني بنزين دي حاجات لا يجوز طبعا اه ممكن ابيع لك اكل يعني ممكن اعمل عقد بيع اكل عقد بيع بنزين اه ده يجوز لان البيع انت بتتملك الشيء مش هترجعولي تاني انما في عقد الايجار او عارية الاستعمال انت مش هتتملك الشيء انت هتاخد الشيء تنتفع بيه مدة معينة وترجعو لي تاني زي ما هو. فطبعا لازم الحاجة اللي انت هتقجرها او اللي انت هتستعرها دي لازم ان تكون غير قابلة للاستهلاك. يبقى نكمل بقى التعريف بتعريط الاستعمال. هي عقد يلتزم بمجدداء المعين بان يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليسلمه بلا عوض مدة معينة او في غرض معين على ان يرده بعد الايه الاستعمال. خدت بالك بالتعريف يقولك بلا عوض لان في عارية الاستعمال مولوش مقابل. قلت طرف واحد بس هو اللي بيستفيد. واتفقنا ان بعد انتهاء المدة اللي احنا متفقين عليها هترجع لي الحاجة. لو انت مرجعتش الحاجة يبقى انت خونت الامانة. هزبتها منين? بناء على عقد بيسمى عارية الاستعمال. في بعد كده الرهن الحيازي هو العقد الذي يلتزم بمجدداء الشخص ضمانا لدين عليه بان يسلم لدائن شيئا يترتب عليه لدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استفاء الدين. يعني انا عملت عقد بين وبينك اسمه عقد رهن حيازي خد العربية طبقا مرهونة عندك لغاية ما سدد الدين اللي ايه اللي علي. انت خدت العربية وكده بتعقد بين وبينك اسمه عقد رهن حيازي وبقت العربية تحت حياستك هي مش ملكك بس تحت حياستك. لغة ما سادت الدين اللي عليا قمت انا جاي ما سادت الدين اللي عليا وخلصت الطبيعي لما انا بسادت الدين اللي عليا انت تعمل ايه ترجع لعربيتي صح كده انت مرضتش ترجع لعربيتي يبا انت هنا اللي حصل خنت الامانة اثبتها منين بناء على عقد بيسمى عقد الرهب الحياسي فيه بعد كده الوكالة اخر عادي فيهم لانهم خمس عقود احنا قلنا خمس عقود ذكروا في القانون على سبيل الحصر يعني الخمس عقود دول مذكرين في القانون على سبيل الحصر مش المثال كلمة حصر يعني هم خمسة لا يزيدوا ولا يقلوا القانون حصرهم في خمسة بس إنما لما أقول لك مثال يعني أقول لك مثلا إيه أديك برضو الفائل عشان فيه ناس بتتوه شوية في كلمة حصر ومثال لما أقول لك كلمة حصر يعني أنا أقول لك مثلا السنة الفاتة أنا كان عند طلبة كتير قوي نجح منهم تلاتة بس أحمد محمد محمود يب أنا حصرتهم في تلاتة بس لنجحهم لأنهم تلاتة بس يبقى قلت الحصر أما قلت لك هل كان عند طلبة كتير جدا نجح منها كتير قوي منهم أحمد ومحمد ومحمود هم كتير لنجحه بس أذكر لك بعض الأمثلة زي مين أحمد ومحمد ومحمود يبقى كده على سبيل إيه المثال يبقى فيه على سبيل المثال وفيه على سبيل إيه الحصر يبقى هنا عقد الوكالة عقد الوكالة هو عقد أو عقد يلتزم الوكيل بمقتضاء بأن يقوم بعمل قانوني لحساب مين الموكل يبقى شخص الوكيل هيقوم بعمل معين لحساب الموكل طيب الوكيل لما جي قوم بالأعمال ديه نصب أو أخذ الفلوس مرضاش يرجح يعني أنا أقول تقول له روح بيع لي يا وكيل روح بيع لي العربية بيع العربية المفروض بعد ما يباع يجيب الفلوس ليه مرضاش يجيب الفلوس ليه يبقى هنا يعتبر الوكيل عمل إيه خان الأمانة أثبت هزاي بناء على عقد الوكالة كده احنا قلنا الخمسة تعالى بقى نكمل بقى الأرقام بتاع جريمة خيانة الأمانة اللي هو الركن اللي بعده اللي هو الثالث كان الإدرار بالمالك أو الحارس أما حاجة الشخص يسيبه ضرر بس أنا قلت لك ساعتها مش هتفرق بالنسبة للضرر كبير ولا صغير يعتبر ركن الضرر ركن جوهري في جريمة خيانة الأمانة يعني لازم أن يكون أصابك ضرر برضو عشان أقوله إن في جريمة يبقى لازم أن يكون حصل ضرر اثنين يستوقف الضرر أن يكون مدي أو معنوي بغض النظر بقى ضرر مادي ضرر معنوي يعني تأثر في الفلوس تأثر في حاجة في الشخص ذات نفسه مش هتفرق بالنسبة للنا الضرر لأصابك إيه المهم إن حصل ضرر وخلاص تلاتة يستوي أن يكون الضرر محققا أو أن يكون محتمل الوقوع يعني برضو مش هتفرق بالنسبة للنا الضرر حصل بالفعل ولا هيحصل أنا مش هتفرق بالنسبة لي وأهم حاجة إن فيه ضرر سواء حصل أو هيحصل يعني معناته إن فيه ضرر برضو الأخيرة يستوي أن يكون الضرر فادحا أو أن يكون الضرر إيه يسيرا وسواء حقك الجاني فائدة أم لم يحقك مش هتفرق بالنسبة لنا خلي بالك برضو الجاني استفادوا لما استفادت مش هيفرق طالما حصل ضرر يبقى خلاص الركن دا تحقك أنا يهمني الضرر يكون حصل كبير صغير المهم إن فيه ضرر تبقى أنا استفدت أصلا من اللي أنا عملته أو انضريت برضو بل الشخص الآخر أصابه ضرر لو شخص المجن عليه لازم أن يكون أصابه ضرر سواء بقى أنا حققت فايدة من اللي أنا عملته اللي هو أنا الجاني حققت فايدة ما حققتش فايدة المهم عندنا شخص المجن عليه أصابه ضرر لا آآ أنا اقولتلك أي جريمة فيها ركنين أسسيين ماد و معناوي معهده طبعا قولنا عليه كده دي الوحيدة اللي مفيهاش ركن معناوي لأن اقولتلكumm الله عبارًا عن قصد جنياء يعني عارف اللي أنا بعمله غلط ومع ذلك بعمله فقولتلكlich الجريمة الوحيدة اللي عنديلي أنا مش أذكر فيها ركن معناه اللي هو القصد الجنائي جريمة القتل غير العمدي هو اصلا بلوك قتل غير عمدي يعني ايه قتل غير عمدي يعني انا مش قاصد ان انا ارتكب الجريمة يبقى هنا مفيش قصد الجنائي اكيد طيب انما احنا بقى هنا خلينا في الجريمة بتاعتنا اللي هو جريمة خيانة الامانة الركن بتاعها الرابع اللي هو القصد الجنائي لجريمة خيانة الامانة قصد الجنائي يعني انا على علم وارادة انا على علم اللي انا بعمله غلط ومع ذلك اتجت ارادة ان انا اعمله انا على علم ان المال دوت كان عندي امانة ومع ذلك اتجت ارادة ان انا مرجعش المال لصحبه ده انا قاصد طيب جريمة خانت الامانة من الجرائم العندية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي ويقوم هذا القصد على عنصرين اللي هو العلم اتنين طبعا الارادة تعال اقول العلم يجب ان ينصرف علم الجاني الى ان فعله يقع على شيء مملوك للغير طبعا انا عارف ان المال اللي عندي دوت ملك الغير انا عارف ان كتعة القماش دي مش بتاعتي ومع ذلك فصلت منها بدلة رغم ان انا عارف ان هي بتاعت ايه الغير انا عارف ان هي موجودة عندي امانة ومع ذلك برضو استخدمتها او استعملتها او بدتها اللي هو التبديد اتنين يجب ان ينصرف علم الجاني لان الشيء الذي يتصرف فيه يوجد في حيازته الناقصة بص بقى انا قلتلك فيه حاجة اسمها حيازة نقصة وحيازة كاملة هو المال لو انا مدهولك خليه عندك امانة هو انت المال دوت لو انا مدهولك امانة مديك مثلا عشر تلاف امانة هو انت ينفع تتصرف العشر تلاف ينفع تصرف منهم ينفع تتصرف فيهم اكنهم فلوسك لا فالمال دوت موجود تحت حيازتك اسمها حيازة ايه نقصة اسمها حيازة ناقصة يبقى هنا يجب أن ينصرف علم الجانب لأن الشيء الذي يتصرف فيه يوجد فيه حياثته بس هي حياثة ايه ناقصة مش كاملة لو حياثة كاملة يبقى تصرف فيها زمانة عايز يعني المال لو معي اتصرف فيه زمانة عايز لان دي حياثة كاملة انا ليه الحرية التامة انما لو ما قولك حياثة ناقصة هو المال اللي عندك امانة بس ما تدارش تصرف فيه فيه بعد كده يجب ان يعلم الجانب ان من شأن فعله الادرار بالمجن عليه ضررا محققا او ايه محتملا انا عارف اللي انا بعمله ده هيسبب ايه ضرر ده العلم اللي رأى ده بقى ان انا اتجهت ارادة الارتكاب الجريمة يعني عارف اللي انا كده اخلنا امانة ومع ذلك ايه خلت الامانة يجب ان تتجه ارادة الجانب للقيام بفعل الاختلاص او استعمال او تبديد اي فعل من التلاتة بتعرقنا المادي يجب ان تتجه نية الجانب الى تملك المال الموجود في حياسته وذلك بتغيير حياسته من الحيازة النقصة الى الحيازة الكاملة ما انا قلتلك هي تحت ايه دي مفروض ما تصرفش فيها يبديه حيازة نقصة انما لو بدأت تتصرف فيها انا كده تحولتها من حيازة نقصة لحيازة كاملة ورغم انه مش من حقي المفروض تفضل زماية حيازة نقصة الحيازة الناقصة دي يعني انا الفلوس معي اه بس ما ينفعش اتصرف فيها لانه مش بتاعتي انا بقى تعملت ان المال ده يكنه بتاعي يبقى كده حاولتها من حيازة نقصة الى حيازة ايه كاملة رقم اخير يجب ان تتجه يردت الجاني الى الاضرار بالمجني عليه دي ان هي بتاعتي لازم ان تتجه الى اه اللي انا قصد اللي انا ادور شخص المجني عليه اه طبعا جريمة خيانة الامانة ما فيهاش شروع يتم يا ما تمش انا ما فيهاش ايه شروع خالص ما فيهاش ايه شروع خالص يبقى جريمة عكس جريمة سرق وجريمة النصب جريمة سرق وجريمة النصب فيهم شروع اما جريمة خيانة الامانة ما فيهاش شروع وبكده تكون نهاية الحلقة بتاعتنا والى اللي كان اخر في حلقات قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة